اشتركوا في القناة سمو امير دولة الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته كما تلقى جلالة الملك المفدى رعاه الله برقية تعزية مماثلتين من اخيه سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة واخيه سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء